طيب خلينا نروح معاك للمنتخب بقى واحد طبعا خلينا نتكلم على 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 مشكلة كابتن حسين بتهايلي عنده مشكلة نعم بيفكر فيها بشكل من الأشكال إصابة فتوح وخروجه من معسكر المنتخب وانت داخل واحد على بداية تقديم نفسك يعني سيبك من 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 كون المباراة مهمة ايه ومع الفريق الأصعب في اله أنا مش عايزة أقوله على بوركينة منافس لأنه بصراحة مش مش قادر أقوله بس بوركينة منتخب كافي السودة أخيرة أنا بتكلم على إنه وأقدم بطولك واسة جدا في بطول التقوير بس أقصت ده أقول يعني إذا كنت أنا داخل تصفيات كاس عالم ايه ما ينفعش تقولي مطش بوركينة في القاهرة صعب بص هو في حاجة كده أنت ممكن تقولها تقدل غرض أنت عايز توصاله أنه ما ينفعش النهاردة وقارة أفريقيا بتأهمي أنها تسع مقاعد ونصف ما وصلش كاس عالم هنا فيه هنا هنا مش أزمة دي مش أزمة لقدر الله يعني لقدر في كل أحيان دي هي تبقى كارسة لكن أنا مش مستني بس تصفيات كاس عالم أنا مستني كابتن حسام يقولي أنا ابتدت شغلي يظهر مع المنتخب أنه كل الكلام اللي تقال في الفترة الأخيرة لا تأثير له ولا أساس له من الصح وأن المنتخب بيبدأ مشوار جديد فيه مرحلة من الاستقرار فيه مرحلة من التفاهم فيه مرحلة للتفاؤل رسالة لازم توصل لجمهور الكرة في مصر صحيح كلنا فرحلة وساعدنا للغاية بشكل الصور اللي يطلعب من أول مقابلة ما بين محمد صلاح والكابتن حسام وكابتن إبراهيم ليه؟ لأن كان فيه مشكلة وأزمة ما بين الطرفين بالسبب التصريحات ده موضوع كان أكيد والحمد الله محمد صلاح يعني مرر الأمور وكابتن حسام مرر الأمور وشوفنا الصور جميلة ومحمد صاح جاي مركز وبينزل بوستات على سوشال ميديا بأنه مركز مع المنتخب ده كل ده جميلة فيما يخص محمد صلاح نحن هنا بنتكلم على منتخب والمنتخب هو برضو لعب جماعي النهاردة كان عندنا تجربة مع كابتن حسام في البطولة اللي وديه لأقيمة في مصر شوفنا مثلا مثلا مصر كرواتيا كان مصر ممكن تبدأ تشوف فيه بعض المشاه تمام ربما كان الشكل دفاعي زيادة على اللزوم ما شوفناش مثلا بكل أمانة إيه الفكر اللي هنلعب بيه وضعا في الاعتبار محمد صلاح لم يشارك في هذه البطولة النهاردة كابتن حسام ما بين الفتراتين ما كانش عنده وقت خالص انه هو يعمل اي مصرط ودية ولا اي تجمعات انت عندك المطشين دول بتوع بوركينا وعنده غينيا بيسايا وخارج أرضك فيهم اختبارين يا احمد اختبار الاول ان انت بتلاع في وجهة نظر شخصية واحد من افضل ست منتخبات في القارة على أرضك وفي وجهة نظر المنافسة مباشرة لك في البجمار بوركينا من وجهة نظرك واحد من افضل ست منتخبات في القارة أفريقيا يعني انا لو حطيت معلش حطيت مغرب بوركينا حاليا احسن احسن من الكاميرون بوركينا حاليا احسن من الكاميرون في وجهة نظر اه ده مطش صعب بقى مطش صعب اطبع فنيا فنيا مطش يوم الخميس ده صعب يوم مطش يوم الجمع الخميس مين في بوركينا تعمل له حسان والله بص يعني انا عارف ان عندهم لعيبة كتير مختلفين منهم محمد كوناتي طبعا او كاوتي طبعا بس استيل فريق بنتكلم على نتائجه في السنوات الأخيرة نتائج مميزة وده مطش فني مطش غير نيب يسوي انت عندك فيه اختبار مختلف ازاي هتلعب بره ارضك وانت كجهاز فني هتعد لعبتك ازاي في اول مبرارة رسمية للكابتن حسان خارج مصر وانت عارف ان العيبة المصريين في المطش القوي هتنوح نلعب مطش قوي نفتكت كده احنا معظم سقطتنا في تصفيرات المونديال كابتقى في المطش القوي ليبيريا تونس نايجر تونس المغرب المطش القوي دي بلاست عددات خاصة ما هيجعب الفنيات الفنيات هو الملعب فدي بس تاني انا كنت اتمنى وهي النهاردة يعني معانا خبر احمد فتوح انه هو يعني مش هيقدر يكمل المعافقة ومش هيقدر يكون طرف في المبارتين وربنا يشفيه ولجعه بالسلام ان شاء الله السؤال هنا انا شفت الخبر قبل منطلع الهوى فتوح على السطح الرسمية للتحاد انا وانا بقر الخبر مستني اقرى السطر بتاع استدعاء عمر كمال عبد الوحيد ده بالنسبة للسطر المنطقي في واحد عندي مصاب وعندي محمد حمدي موقوف هو السؤال المعليش الاكتر منطقية هو ليه عمر كمال ما نضمش من الاول عشان في مشكلة شخصية في مشكلة شخصية ما بين كابتن حسام وعمر كمال مشكلة شخصية بين كابتن حسام وبين عمر كمال قبل لما يكون مدرب قندية حاجة ومصلحة منتخب مصر شوف دي بقى كل الظروف عمالة تضغط على كابتن حسام على اسمه عمر كمال قبل ما يختار القايمة انت عندك تفاصيل عن القصة يعني انا عايز افهم انا بقى عندي فضول ان انا عرف ايه المشكلة الشخصية ان كان عمر كمال كان بيلعب مع الكابتن حسام حسام في المصر وعمر كمال عبد الواحد في احدى برامج التليفزيونية من فترة فترة بعيدة انتقد الكابتن حسام فنيا زي ما الكابتن حسام حسام انتقد محمد صلاح فنيا في كسر اهم انتقد فني كابتن حسام في وجه نظره مرر لنفسه وادى لنفسه الحق ان هو ينتقد محمد صلاح فنيا وحقه طالما انت محلل في احد القنوات الفضائية حقك طالما عطل على كورسي محلل حقك تنتقد وحقك تدي عقاب وتدي سواب حقك البوزيشان يديك الحق ده عمر كمال كان ضيف قال وجه نظر وهو مش تحت ادارتك كان خلاص يعني احنا مش مع بعض في نفس النادي ده حاجة سابقة قال وجهة نظر ايه 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 ان كان وجهة نظر هو حر هو مغلطش في شخصك هو بيتكلم على اسلوب شغلك انت خدت هذا الامر بمحمل شخصي وطلع الكلام ان الكابتن حسام لن يضم عمر كمال عبد الواحد طالما كان مديرا فنين متخب مصر للدرجة اللي خلت والد عمر كمال عبد الواحد يظهر مع زمنة هني حتحوت وبكى الراجل شوفنا كلنا بيعيعيع لان الراجل عارف ان عمر خلي بدك عمر دلوقتي هكلمك كأني مثلا ايه مثلا يعني اخوه منظور تالي اخوة مش منظور اعلامي او ناقد لا انا اخوه عمر دلوقتي هو دول الفترة بتاعته الفترة بتاعته هو في النادي الاهلي بيؤدي اداء افضل اداء لعمر عبد الواحد في حياته مركز زهير ايمن بيرفكت زهير ايصر جايب هدف مع النادي الاهلي يخلي اي مدير فني المنتخب يقول لك ايه ده ده ايه الجوكر ده ايه ده ايه ده زهير ايمن وايصر كمان ايه الحلوة دي وجناح اولاء والدناس الزمالك في النهاء الكاس في السعودية جناح هجومي ومحمد ده ايه كان وراه هو اساس جناح ينفى عنا بقى البروفايل ده قدامي امتى وانا عندي نقص في مركز واحد وانا بختار القايمة انت اصلا مش في دماغي طيب جيت قالك محمد حمدي مقوف برضو مش هاخده مش هاخده حتى كبديل طب الاساسي بتاع كتصاب حالجه بعد قبل الماتش دين وسبعين ساعة الدكتور قالك استحال يلعب ولا اليوم الخميس ولا يلعب هتعمل ايه برضو مش هاخده ايه العند ده انا اعاسف يعني بجده ايه العند ده نقطة مهمة تاني انا اكدت ضيب على كابتك نشاطه وهكررها تاني واحدة من النقط في المنتخبات مش في الاندية الاندية الشغل فيها مختلف لاننلعبك كله تحت ايدك احنا عايشين مع بعض بنقعب مع بعض اكتر بنقعب في البيت منتخب لا منتخب تجمع العب متش فالمشاكل لازم تحرس منها لا ومصلحة المنتخب قبل اي شيء يعني تجهب اي مشاكل شخصي يعني اكتر حد حريص على نجاح منتخب مصر في فترة دي مفترض انه كابتن حسام وزي ما تقال ان في خلافات شخصية او توتر علاقات مع اسمع عرف المبرر اللي تقال ايه في عدم ضم عمر كونا عبدالواحد في القائمة اللي مؤلنت يعني مبرر يتقال انه ملعبش مطشون التراكي تمام طيب اوكي انا متفق النهار ده احمد فتوح اتصاب فانت الجابهة دي بقى سفر وعمر بيشارك مع نادي اهلي محلية احمد بيكام يعني اللي تقالي انه كلام داخل انه احمد بيكام هو اللي لعب ما كان فتوح انا مش عارف احمد بيكام انا كتحليل والله بجد كتحليل كتحليل اداء لما نيجي نقول ان انا في مدرب وهي وجهة ناظر طبعا انا احتلم انا توقعت قبل الحلقة كريم انه اسمين نبيل كوكا و احمد بيكام احمد رمضان بيكام انت بتحطه اولوية على عمر كونا عبدالواحد احنا هنا بنهزر في الكورة احنا هنا بنهزر ابسط رد احمد رمضان بيكام مش هيهاجم احمد رمضان بيكام البروفايل بتاعه لعيب بخم قوي كان بيرعب مساك و بيتم توظيفه كظاهير ثابت ما ينطلقش احمد رمضان بيكام لما هتقول له يفتح سبرينت ارجعه مش هيقدر لان الكتلة العضلية في جسمه مش هتخليه عنده الكتلة في الاستمارية في ان يفتح سبرينت ويرجع يفتح سبرينت ويرجع ليه محمد هاني دايما المدربين بيحبوه في مركز زي الايمن عشان عنده ميزة ايه هي الميزة؟ السرعة اللي بيطلع بيها هي نفس السرعة اه فيه مشاكل تانية فيه ما يخص الكتلة فيه ما يخص الرقابة لا انا عندي اهم حاجة تبادل انك ترجع ليه انك لو مرجعتش انا هتروح عليها انفرادات انت لو مرجعتش من قدام هيروح عليها انفرادات اعمل رضا بكام لعب ممتاز طبعا جدا كنت اتمنى بس هو عنده ميزة واحدة ما يدعبك كظاهير ايه هي انك تقول له مطرش يوقف ينفع بقى ان اقارن ظهير بيقف بظهير بياخد الخط رايح جاي وبيخترق من العمق وبيتلع اعمل كروسز وبيشوت فاولات وبيشوت وبيعمل كل حاجة هنا انا بنهرج بقى شايف ازاي مباراة بوركينة ربنا ان شاء الله يكرمنا مهمة جدا جدا مباراة بوركينة على ارضنا اصعب او مباراة غينية مع خارج الارض اصعب اختبار غينية بساو مش اختبار فني اكتر من اختبار انك ازاي هتلعب في الاجواء بتاعتهم غينية بساوه فنيا طبعا لا ترقى المنتخب مصر مليون في المية لكن ازاي هتلعب في الاجواء بتاعتهم في الملعب بتاعهم في الظروف مطش قوي ما بتلعبش انت مرتاح لكن مطش فوركينة فاس و مطش ملعب مطش ملعب هتلعب كورة هم عندهم تاكتك هتواجهوا ازاي درستهم قردهم هتعب تقفل عليهم احنا عندنا سؤال مهم جدا جدا مستنين اجابة يقول الخميس كابتنا حسام حسن هيتعامل مع محمد صلاح ازاي هتحطه ولا هتحطه في عمق الملعب بتفكر محمد صلاح مع المنتخب مش هيدافع هتعمل ايه في هذا الشق هتشيله كاملة محمد صلاح مع المنتخب مش هيدافع ليه مش هيدافع هو بيدافع مع ليفر كول مبرضو في السنوات الاخيرة محمد صلاح مبكانش بيدافع مع ليفر بول مثلا نسخة محمد صلاح احمد مع هكتور كوبر عشر سواع عشر وحتى مع ليفر بول كبطل دوري ابطال اوروبا مش هو نفس نسخة محمد صلاح حاليا بدليل حتى محمد صلاح كان عنده بعض الاعتراضات على السياسة يورجي كلوب معاه في الموسم الحالي وشوفنا الزعل يعني وصل لدرجة ايه في نهاية الموسم طيب محمد صلاح النهاردة ما عندوش القدرة وكمان المكانة ما تسمحش ان هو هيدافع كتير هتعمل انت ايه؟ ايه خطتك؟ اشتركوا في القناة